سؤال آخر هو هو الهراء المستمر والضلال المستمر ما هذا هو واقع مراجع النجم ما أقرأه عليكم من كلام ومن عقيدة لإسحاق الفياض هم يتفقون معه في كل هذا لا يخالفونه هذا هو منهج حوزة الطوس القذرة سؤال حول الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء معروف عن إسحاق الفياض من أنه يعتقد بفضل الأنبياء أولي العزم على أئمتنا هذه العقيدة معروفة عن إسحاق الفياض في الوسط الحوزوي النجفي لا أريد أن أقف عندها سأبقى متقيدا بالوثائق الوثيقة تعطي نفس المعنى نفس المضمون رجاء أعرض لنا صورة الوثيقة من موقعه الألكتروني الرسمي هذه الصفحة بعنوان العقائد والشعائر الحسينية صفحة من الموقع الألكتروني الرسمي لإسحاق الفياض أقرأ السؤال وأقرأ الجواب رجاء أترك صورة الوثيقة على الشاشة حتى أكمل قراءتي للسؤال وللجواب السؤال هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء من ضروريات العقيدة؟ وهل التوقف في ذلك؟ يتوقف يقول من أنني لا أدري هل أن أهل البيت أفضل أم أن الأنبياء أفضل؟ يتوقف جناب الأغى محتاط والله ما طيح حضن إلا هذا التوقف هذا التوقف تعلموه من ذهل السرسرية من آيات الشيطان العظمى يتوقف أبو اللقو يتوقف المرجع متوقف السؤال هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء من ضروريات العقيدة؟ وحق الزهراء البتول الذي لا يعتقد بهذا ليس شيعيا هذا خارج من الدين هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء من ضروريات العقيدة؟ وهل التوقف في ذلك مخرج عن مذهب أهل الحاق؟ رجعنا إلى هذا الضراط إلى المذهب المذهب لغتان يصح لكنهم لا يستعملونها بهذا الاستعمال يستعملونها بالمعنى الإصطلاحي أن نقول أن لأهل البيت مذهبا بالمعنى الإصطلاحي هذا كفر بالدين كفر بدين محمد وآل محمد أعود إلى قراءة السؤال مرة أخرى ما هو السائل خرط والمجيب خرط لأن الواقع الشيعي خرط هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء من ضروريات العقيدة؟ وهل التوقف في ذلك مخرج عن مذهب أهل الحاق؟ الجواب ليس من الضروريات من طيح الله حظك أحظ الحوز وياك الجواب ليس من الضروريات ولا يتوقف عليه الإيمان هذا الجواب ليس خاصا بأسيحيق الأثول هذا هذا جواب الجميع في حوزة الطوسي القذرة الوسخة الدنيئة كيف لا يكون من الضروريات يا أيها الغبي الأثوار كيف لا يكون بديهية لا تحتاج إلى إثبات محمد صلى الله عليه وآله سيد الكائنات هل أحتاج إلى دليل لإثبات هذا؟ من أنه سيد الأنبياء من أنه أشرف الأنبياء من أنه سيد المرسلين من أنه أشرف الكائنات هل أحتاج إلى دليل؟ يا أيها الحمير في النجف إنني أخاطب آيات الله العظمى في حوزة الطوسي القذرة هل أحتاج إلى دليل لإثباتي أن محمد صلى الله عليه وآله هو أشرف الكائنات؟ هو سيد الأنبياء؟ هو سيد المرسلين؟ هل أحتاج إلى دليل في ذلك؟ هذه بديهية إلا إذا تريدون إنكارها فمن أي دين أنتم؟ يا أيها السفلة هذه بديهية واضحة لا أريد أن أثبتها لكم من القرآن فهذا سيحتاج إلى وقت أريد أن أختصر الجواب أشير إلى آية واحدة فقط من سورة المائدة إنها الآية الثامنة والأربعون بعد البسملة من سورة المائدة ماذا نقرأ فيها؟ في بدايتها وَأَنْزَلْنَا وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ مِنَ الْكُتُبِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ وَمُهَيِّمِنًا 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 عليه فكتاب محمد من آثار محمد آثاره تهيمن على آثار كل الرسل والأنبياء آثاره مهيمنة من هنا جاء في سورة الأنبياء في الآية الخامسة بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر هذا تطبيق من تطبيقات هيمنة الكتاب تأريخا دنيويا الزبور قبل القرآن تأريخا دنيويا الزبور زبور داود وداود تأريخيا قبل محمد صلى الله عليه وآله وَلَقَدْ كَتَبْنَا وَلَقَدْ كَتَبْنَا في الزبور من بعد الذكر الكتابة الأولى في الذكر وَلَقَدْ كَتَبْنَا وَلَقَدْ كَتَبْنَا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباده الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ هذه هي الهيمنة المطلقة أنا أقرأ عليكم من سورة الأنبياء من الآية الخامسة بعد المئة بعد البسملة وما بعدها من الآيات ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر هيمنة الذكر أن الأرض يرثها عباده الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وَمَا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمين تلك الآيات تشرح معنى الهيمنة التي جاءت في الآية الثامنة والأربعين بعد البسملة من المائدة وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَهُ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَآثَارُ مُحَمَّدٍ تُهَيْمِنُ عَلَى كُلِّ الْآثَارُ وأفعال محمد هذه آثار أفعاله هذه ما هي بأفعاله هذه آثار الأفعال فآثار أفعاله مهيمنة على كل الآثار لماذا؟ لأن أفعاله هي التي تتسلط على كل الأفعال لأن أفعاله هي حقيقة الولاية التكوينية وكل فعل في هذا الكون هو خاضع لأفعاله الأنبياء ترًّا بأثارهم بأفعالهم خاضعون لأفعاله وأفعاله تتفرع عن صفاته وصفاته تتفرع عن ذاته فأين سأضع محمدًا حينئذ كيف أقارنه بالأنبياء عذرًا يا بقية الله وحق الزهراء أنت تعلم ما في نفسي يا صاحب الأمر عذرًا إليك من تفاهتي من تفاهة عقلي وسخافة قولي وأنا أقارن بينكم وبين الأنبياء الذين هم من شيعتكم وليس في أعلى مراتب شيعتكم عذرًا إليك لكنني ماذا أصنع الذولة المطاهة مطاهة النجف شلون أحشوياه بأي طريقة شلون أحشويها البغال والحمير يقول ليس من الضروريات لا يا أحمار على هدك لا يا أحمار ليس من الضروريات ولا يتوقف عليه الإيمان لا يا ثور على هدك من البديهيات محمد صلى الله عليه وآله لا يقس به أحد من الأنبياء لا وجه للمقايسة لا وجه للمقايسة نقايس بين الأنبياء نقايس بين عيسى وموسى نعم من نفس طينة هم أما طينة محمد شيء آخر لا يمكن المقايسة بين محمد وبين أحد من الخلق لا يقاس بهم أحد هذه قاعدة من قواعدهم الفكرية والعقائدية والمنطقية في منطق علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير قاعدة منطقية علوية لا يقاس بمحمد و أهل محمد لا يقاس أحد لا يقاس بهم أحد تفتهمون لو ما تفتهمون هذه الآية تتحدث عن هيمنة آثاره التي هي التي هي صادرة متفرعة عن أفعاله التي هي مشتقة من صفاته التي هي ترتبط بذاته تلك الذات التي يصفها صاحب الأمر لا فرق بينك و بينها إلا أنهم عبادك و خلقك هذا في مظاهرهم في عالم الدنيا أما ما بعد الدنيا فالحديث له شأن آخر السؤال عن محمد و آل محمد في الدنيا لذا سأبقي الحديث بهذا الحد لأن سائلة هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء من ضروريات العقيدة نعم من ضروريات العقيدة والذي لا يعتقد بهذا ما هو بشيعي بل ما هو بمسلم لأنه سيكفر بالقرآن و أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب و مهيمنا عليه هذه آثاره فوق الآثار و أفعاله فوق الأفعال أما ذاته فذلك شأن آخر محمد هذا الذي كنت أتحدث عنه في هذه الجمل القصيرة بحسب القرآن في سورة آل عمران في الآية الحادية والستين بعد البسملة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فمن حاجك فيه في المسيح عيسى إنها واقعة المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم إلى آخر الآية الكريمة و أنفسنا فهذا علي هذا علي هو هو محمد محمد هو الذي يقول أنا علي و علي أنا و علي هو الذي يقول أنا محمد و محمد أنا و محمد هو الذي يقول أنا من علي و علي مني و علي هو الذي يقول أنا من محمد و محمد مني هذه المضامين تتجلى واضحة جلية في حديث الكساء الشريف اللهم إن هؤلاء أهل بيتي و خاصتي و حامتي لحمهم لحمي القضية ليست اعتبارية قضية حقيقية لحم علي لحم محمد لحمهم لحمي و دمهم دمي محمد يتحدث هنا بلسان الحقيقة يؤلمني ما يؤلمهم حينما وقع السيف على رأس علي فقد وقع على رأس محمد الحديث واضح لحمهم لحمي هذه ما هي بتعابير مجازية افهموها 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 يا أيها البغال في النجاف افهموها هذه ما هي بتعابير مجازية لحمهم لحمي و دمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم حوافر الخيول التي ركضت على حسين ركضت على محمد الضلع الذي كسروه بين الباب و الجدار هذا ضلع محمد ضلع محمد كسر لحمهم لحمي و دمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف لا أريد أن أقرأ كل الكلمات سأحتاج للتعليق عليها والوقت يجري سريعا وأريد أن أكمل المطلب بنحو موجز مقتضب و أنفسنا و أنفسكم علي هذا هذا علي هو محمد ماذا أقول لهؤلاء الحمير هذه ضروريات ديننا أو لا أنا أقرأ من القرآن عليكم هذه حقائق القرآن و ماذا يقول القرآن أيضا في سورة النحل في الآية الستين بعد البسملة للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء لشأن لنا بهم ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم آل محمد آل محمد من مراد من المثل الأعلى يجيبني الهادي يجيبني الهادي الإمام الهادي في الزيارة الجامعة الكبيرة في بداياتها في بداياتها السلام على أئمة الهدى و مصابيح الدجى و أعلام التقى و ذو النهى و أولي الحجى و كهف الورى و ورثة الأنبياء و المثل الأعلى هذا هو المثل الأعلى و لله و لله المثل الأعلى هل يوجد تعبير في القرآن يقارن بين الله و بينهم أوضح من هذا التعبير هم المثل الأعلى المثل الأعلى الآية الستون بعد البسملة من النحل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء و لله المثل الأعلى المثل الأعلى لله ما هو هذا المثل الأعلى سيدي يا أبا الحسن الهادي مثل ما قال لك موسى ابن عبد الله النخعي علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم فعلمته الزيارة الجامعة و ها أني أسألك عبرها سيدي يا أبا الحسن ما هو المثل الأعلى ها أنت تقول لي نحن نحن المثل الأعلى السلام على أئمة الهدى و مصابيح الدجا و أعلام التقى و ذو النهى و أولي الحجا و كهف الورى و ورثة الأنبياء و المثل الأعلى إلى آخر الزيارة الشريفة إنها دستورنا العقائدي الذي يرتبط بالقرآن ارتباطا و ثيقا في كل حروفه و جمله و كلماته أذهب إلى سورة الروم و إلى الآية السابعة و العشرين بعد البسملة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده و هو أهون عليه و ماذا بعد وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده و هو أهون عليه و له المثل الأعلى أين في السماوات و الأرض في كل الوجود و هو العزيز و الحكيم السماوات و الأرض في القرآن ليس عنوانا للسماوات و الأرض عنوان لكل الوجود للسماوات وللأرض ولما بعد السماوات والأرض لكل الوجود وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلاما سلاما على المثل الأعلى سلاما على الحجة ابن الحسن ماذا نقرأ ماذا نقرأ في دعاء السحر في دعاء البهاء اللهم إني أسألك من علوك بأعلى هذا أعلى من تعبير المثل الأعلى هذا التعبير أعلى لأن العلو هنا نسب إلى الله من من علوك بأعلى بينما الأعلى هناك كان وصفا للمثل وقطعا هذا الدعاء لا يتحدث عن الله لأن الذات الإلهية ليست فيها مراتب الدعاء الدعاء يتحدث عن مراتب اللهم إني أسألك من علوك بأعلى وكل علوك عال فهناك عال وأعلى هذه مراتب المراتب لا تكون في الذات الإلهية وإنما في الخلقيات فأعلى العلو مرتبة محمد وآل محمد وباسمك الأعظم 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 كما في دعاء ليلة المبعث وفي دعاء يوم المبعث عودوا إلى مفاتيح الجنان لا أملك وقتا كي أقرأ لكم كل النصوص من مواطنها ومواردها في دعاء ليلة المبعث وفي دعاء يوم المبعث وفي أدعية أخرى وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم في بعض الروايات الأجل الأكرم والرواية الصحيحة الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته هذا اسم مخلوق فاستقر في ظلك فلا يخرج منه إلى غيرك فاستقر في ظلك فلا يخرج منه إلى غيرك اللهم إني أسألك من علوك بأعلى هذا هو أعلى علوه سبحانه وتعالى أعلى علوه المتجلي في اسمه الأعظم 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 الذي هو الحقيقة المحمدية وما محمد وآل محمد إلا وجه لتلك الحقيقة بين أظهرنا هم يقولون نحن وجه الله بين أظهركم هم الذين يقولون نحن وجه الله بين أظهركم الروايات موجودة هنا لا أجل وقت لاستخراجها هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف ستجدون هذه النصوص واضحة صريحة من أنهم وجه الله بين أظهرنا هؤلاء هم محمد وأهل محمد هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء من ضروريات العقيدة إي ونامس الزارة الجواب ليس من الضروريات لا يحمر على يدك لا يمط على يدك ليس من الضروريات ولا يتوقف عليه الإيمان ما هذه حقائق القرآن كيف لا يتوقف علي الإيمان وكيف لا تكون من الضروريات يا أيها البغل يا أيها الثور كيف لا تكون من الضروريات وهذا هو القرآن يتعاضد في كل آياته مع أدعيتهم مع زياراتهم مع رواياتهم ما هي الضروريات عندكم الضروريات عندكم الضروريات التي أقرها الأشاعرة وأقرتها المعتزلة من طيح الله حظكم وحظينكم هذا الضروريات الضروريات هي هذه ما يقره القرآن وما يأتي منسجما ومطابقا ومتسقا مع زياراتهم مع أدعيتهم مع رواياتهم وأحاديثهم هذه هي ضروريات الدين يا أيها الأغبياء نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزال نورين أولين إذ لا شيء كوّن قبلهما فلم يزال يجرياني طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترق في أطهر طاهرين في عبد الله و أبي طالب صلوات الله عليه هذا الكتاب الذي بين يدي من أشرف كتبنا يضعفونه هؤلاء الثولان هؤلاء لا أبقى هنا حديث العترة هذا الكتاب لشيخنا محمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه من خيرة علماء الشيعة شيخنا أبو جعفر الصفار كتابه المعروف بالبصائر بصائر الدرجات الكبرى هذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان أقرأ عليكم حديثا من صفحة 38 الحديث الثالث عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه إن حديث آل محمد صعب مستصعب ثقيل مقنع أجرد ذكوان لا يحتمله إلا ملك مقرب الملائكة المقربون عددهم قليل بالقياس إلى الملائكة غير المقربين أكثر الملائكة من الملائكة غير المقربين لا يحتمله إلا ملك مقرب فأكثر الملائكة لا يحتملونه أو نبي مرسل عدد الأنبياء المرسلين قليل جدا بعدد أصابع اليات بينما الأنبياء غير المرسلين آلاف مؤلفة الرواية المشهورة عدد الأنبياء مية واربعة وعشرين ألف نبي هناك رواية تقول مليون ومية واربعة وعشرين ألف نبي على الرواية المشهورة مية واربعة وعشرين ألف نبي عدد المرسلين فيهم بعدد رؤوس الأصابع المرسلون قليلون جدا أكثر الأنبياء ما هم بمرسلين حينما أقول بعدد رؤوس الأصابع أشير إلى قلة العدد لا إلى عدد رياضي معين فنحن لا نعرف عدد المرسلين بالضبط لكننا نعرف من خلال قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن خلال حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم نعرف أن عددهم قليل جدا بالقياس إلى الأنبياء غير المرسلين أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان وقليل هؤلاء أو مدينة حصينة المدينة الحصينة مرتبة من مراتب الشيعة مرتبة من المراتب العالية للشيعة لكن صاحب القلب الممتحن من الشيعة أعلى رتبة من الذي هو في مرتبة المدينة الحصينة هذه ما هي تخرصات هذه المضامين شرحت في روايات وأحاديث أخرى لا أجد وقت لإرادها فحديثهم لا يحتمله إلا ملك مقرب وأكثر الملائكة ما هم مقربون أو نبي مرسل وأكثر الأنبياء ما هم مرسلون إذن أين وجه المقايسة بين الأنبياء وبين محمد وآل محمد الكلام عن حديثهم ليس عنهم عن حديثهم حديثهم لا قيمة له بالقياس إليهم حديثهم يصدر عنهم بحسب قواعد المدارات حتى مع الأنبياء أين وجه المقايسة يا أيها البغال في النجف يا أيها الحمير يا أيها الحمار الأعلم يا أيها الثور الأفقه فأين وجه المقايسة بين محمد وأهل محمد وبين الأنبياء وهذا في مستوى من المستويات الكلام عن حديثهم حديثهم لا قيمة له بالنسبة إليهم حديثهم من آثار أفعالهم وأفعالهم من آثار صفاتهم وصفاتهم تتفرع عن ذواتهم عميق ذواتهم لا ندري ما هو ما نحن هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة موالية لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المتح كنهكم أن نالي أن أصل إلى هذا المعنى موالية لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المتح كنهكم ومن الوصف قدركم هذه الزيارة يزور بها الأنبياء محمدا وآهل محمد الخضر إن لم يكن نبيا فهو أعلى من مراتب الأنبياء هذا من شيعتهم عودوا إلى سورة الكهف وعرفوا منزلة الخضر بالقياس إلى موسى وموسى من أولي العزم وهو نبي مرسل موسى نبي مرسل من أولي العزم والخضر خادم عند الحجة بن الحسن عبد من عبيده ما أنا قبل قليل اعتذرت لإمام زماني من تفاحة عقلي وسخافة قولي أن أقارن بينهم وبين الأنبياء الذين من شيعتهم ولا يبلغون أعلى مراتب شيعتهم فهذا هو الخضر وهناك من هو أعلى من الخضر من شيعتهم الخضر إذا أراد أن يزورهم يزورهم بهذه الزيارة فهذا قول بليغ كامل والخطاب موجه لشيعة علمني ابن رسول الله هذا التعليم للشيعة والخضر من شيعتهم موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدحي كنهكم ومن الوصف قدركم زيارة زيارة أمير المؤمنين في ليلة استشهاده وفي يوم استشهاده مروية عن الخضر عودوا إلى كتب المزارات خضر قارنوا قارنوا بين مستوى تلك الزيارة وبين مستوى الزيارة الجامعة الكبيرة لا وجه للمقايسة زيارة الأمير في ليلة استشهاده موجودة في كتب المزارات الخضر زار بها أمير المؤمنين في الكوفة وقف على باب داره وقرأ الزيارة تلك قارن فيما بينها وبين الجامعة الكبيرة بين جامعة الهادي الكبيرة فارق كبير أتمنى أن أجد فرصة كي أقارن لكم بين النصين نص الخضر كان نصا عظيما لكن لا وجه للمقايسة مع نص علي بن محمد الهادي أين هذا من هذا فحديثهم حديثهم الذي هو من آثارهم إن حديث آل محمد صعب مستصعب ثقيل مقنع أجرد ذكوان لا يحتمله إلا ملك مقرب أجرد ما المراد أجرد مقنع مخفي أجرد وصف للجبل الذي الذي ليس فيه من مكان يستطيع الإنسان أن يتمسك به عند تسلقه الجبل الأجرد هو الجبل الذي يكون هكذا قائما ليس فيه من سفح ويكون صخره وحجره صلدا ناعما أملسا وليس فيه من شجر لا يستطيع الإنسان أن يتسلقه هذا هو الأجرد أما الذكوان فالذكوان صفة للذكي الذي الذكاؤه لا مثيل له فحديثهم حديث ذكوان حديث ذكي ذكي في الطهارة فالذكاة طهارة ولذا يقال تذكية الذبيحة من الذكاة ومن التذكية وهي الطهارة والتطهير فالذكوان هو الطاهر الذكي صفات لحديثهم وشبيه الشيء منجذب إليه الذي ينجذب إليه هو الذكي الطاهر أيضا أما الذين في النجف فهم يضعفون أحاديثهم ويضعفون هذا الكتاب لأنهم لا هم بأذكياء ولا هم بطاهرين من أين تأتيهم الطهارة وبطونهم ملأة بالحرام بحرام مجهول المالك من مال صاحب الزمان من مال الشيعة من مال اللصوص الذين يسرقون البنوك من مال الأحزاب الشيعية السياسية الفاسدة التي تسرق العراق وتخمس عنده بطون قذرة النهتنا ملأها بالحرام بالسحت فأنا لها أن تنجذب إلى الحديث الذكي الطاهر ينجذبون إلى نجاسات المخالفين وقذارات الأشاعرة والمعتزلة وشبيه الشيء منجذب إليه وكل جنس لاحق بجنسه إن حديث آل محمد صعب مستصعب ثقيل مقنع أجرد ذكوان لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان أو مدينة حصينة فإذا قام قائمنا صلوات الله عليك بقية الله فإذا قام قائمنا نطق نطق هو هو الناطق عن الله هما ناطقان ناطق عن الله صاحب الزمان وناطق عن الشيطان مراجع النجف حوزة النجف فإذا قام قائمنا ولذا سيخرجون لقتاله هم ناطقون عن الشيطان حين يقولون له ارجع إن دين جدك في خير هذا هو منطق الشيطان أما منطق القائم فهو منطق الرحمن فمن أصغى إلى ناطق فقد عبد جواد الأئمة يقول صلوات الله وسلامه عليه فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله هذا المصغي وإن كان الناطق ينطق عن إبليس كعقائد هذا المعتو أتحدث عن إسحاق الفياط فإنه قد عبد إبليس فهذا السائل حينما يصغي إلى هذا الجواب ليس من الضروريات إنه قد عبد إبليس ألا لعنة على إبليس وعلى نواب إبليس من الإنس والجن فإذا قام قائمنا نطق وصدقه القرآن مثلما يصدق القرآن حديثه وزياراته تلاحظون التواؤم والإنسجام والاتساق فيما بين مضامين زياراتهم وأدعيتهم ورواياتهم وقرآنهم هذا مستوى من المستويات هناك مستوى آخر صفحة 39 الحديث العاشر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي يروي الرواية أبو الصامت أبو الصامت يقول الإمام الصادق هكذا قال إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعر لا يحتمله ملك مقرب لا يحتمله هذا مستوى آخر والكلام عن حديثهم ليس عنه ليس عن أفعاله ليس عن صفاته الكلام عن حديثهم إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعر لا يحتمله ملك مقرب الرواية السابقة لا يحتمله إلا ملك مقرب كان في مستوى من المستويات ومن هنا قلت لكم من أن حديثهم الذي يصدر عنهم يصدر عنهم وفقا لقواعد المدارات فهنا في الحديث السابقي كان حديثهم حديثا فيه مدارات للملائكة المقربين وللأنبياء المرسلين فأن نستطيع أن نقايس بينهم بين الأنبياء المرسلين وبين أهل محمد ماذا تقولون أنتم نكمل قراءة الحديث حتى تعرف حميركم الذين في النجف حتى تعرف أن دينكم الحقيقية هو هذا وهؤلاء البغال لا يفقهون شيئا منه إن حديثنا صعب مستصعب الحلقة طالت وسأطيلها تريدون أن تصبر على حديثي إني صابر بل إني عاشق والعاشق لا يحتاج إلى صبر أنا عاشق لحديثهم سأستمر في قراءة الحديث حتى وإن أعرضتم عن الشاشة إنني أريد أن أؤدي وظيفتي الصادق يقول كما يحدثنا أبو الصامت إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعر لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسلون ولا مؤمن ممتحنون أبو الصامت يسأل الإمام الصادق قلت فمن يحتمله جعلت في ذاك إذا كان الملائكة المقربون لا يحتملون حديثكم والأنبياء المرسلون لا يحتملون حديثكم والمؤمنون الذين امتحنت قلوبهم لا يحتملون حديثكم فمن يحتمله جعلت في ذاك قال من شئنا يا أهو الصامت هذا عمر راجع إلينا من شئنا إذا أردنا أن نختار من الملائكة المقربين لهذه المرتبة سنختار إذا أردنا أن نختار من الأنبياء المرسلين سنختار إذا أردنا أن نختار من المؤمنين الممتحنين سنختار ومن هنا فإن شهداء الطفوف لا وجه للمقايسة فيما بينهم وبين الأنبياء المرسلين أولاك لهم شأن آخر ليس لذواتهم لا لأن الحسين اختارهم القضية حسينية وليست لذواتهم لا قيمة لهم لا قيمة لهم حتى بعد استشهادهم قيمتهم حسينية لأن الحسين اختارهم منبع القيمة من هناك من مصدر القيمة والتقييم من حسين صلوات الله وسلامه عليه وإلا فإن الأمر إذا كان عائدا إليهم فلا قيمة لهم إنهم من عامة الشعة من عامة الناس الحسين هو الذي اختارهم والحسين هو الذي وفقهم فالقيمة من حسين من حسين ومن حسين فقط صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفا إمامنا الباقر صلوات الله عليه يا أبا حمزة يخرج أحدكم فراسخة فيطلب لنفسه دليلة وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض فاطلب لنفسك دليلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه ولنا نطقت الشجار وبعبادتنا عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله حديثهم لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن لا قيمة لهؤلاء أمام حديث محمد وآل محمد مصدر القيمة منهم صلوات الله عليهم قلت فمن يحتمله لو كان لهم من قيمة لا احتملوا حديثهم لا قيمة لهم قيمتهم بقدر احتمالهم هكذا نحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة مطيع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم محتمل لعلمكم محتمل لعلمكم الزيارة تشير إلى هذا المضمون قلت فمن يحتمله جعلت في ذاك هذا الذي جاء مذكورا في الزيارة الجامعة الكبيرة علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا هذا الذي يدرك القول البليغ الكامل الذي يحتمل علمه لا أنا وأنتم الذين نلقلق بالألفاظ الذي يدرك حقائق الزيارة الجامعة الكبيرة هو هذا الذي يحتمل علمه قلت فمن يحتمله جعلت في ذاك قال من شئنا بتوفيقهم من شئنا يا أبا الصامد وهذا مستوى من المستويات الحديث الحادي عشر أيضا عن أبي الصامت عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن من حديثنا الكلام ليس عن أفعالهم وليس عن صفاتهم وليس عن ذواتهم وليس عن عميق كنه ذواتهم الحديث هنا عن كلامهم عن حديثهم إن من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن قلت فمن يحتمله أتدرون ماذا أجاب الإمام قال نحن نحتمله لا يوجد أحد يعتمله والكلام عن حديثهم إن من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن قلت أبو الصامت يقول قلت فمن يحتمله قال نحن نحتمله لا احتمله أحد لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك صلوات عليكم أهل محمد السؤال هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأملياء من ضروريات العقيدة وهل التوقف في ذلك من طيح الله حظ التوقف وحظ هذه الاحتياطات الشيطانية عند هؤلاء الشياطين المرجع متوقف أبو اللقو متوقف حمار لو بخير تعرفت المسألة على شنو متوقف وهل التوقف في ذلك مخرج عن مذهب أهل الحق الجواب ليس من الضروريات لا حمار على الدقة لا حمار ليس من الضروريات ولا يتوقف عليه الإيمان لا يا حمار لا يمط على هدك إن من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي ولا نبي مرسلون ولا عبد مؤمن قلت فمن يحتمله قال نحن نحتمله سادتي آل محمد نذهب إلى فاصل عن ابن أبي عمير عن من ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قال قلت له ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول قال لآية في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما قال قلت وما يعني بالتزايلهم قال ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله نوحن النبي نوحن النبي مرسل من أولي العزم أتعلمون أن نوحن النبي هو أفضل الأنبياء والمرسلين وأفضل الأنبياء من أولي العزم أنا لا أتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله محمد محمد حينما يأتي اسمه في تعداد أولي العزم يأتي مسامحة محمد شيء آخر حين أتحدث عن أولي العزم أنني أتحدث عن نوحن وعن إبراهيم وعن موسى وعيسى محمد خارج عن الحديث نوحن النبي هو أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين وأفضل أولي العزم هذا فالكلام ما هو من عندي هذه ثقافة الكتاب والعترة الكتاب الذي بين يدي الكافي الجزء الأول والطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 256 باب ما أعطي الأئمة عليهم السلام من اسم الله الأعظم الحديث الثاني سأذهب إلى موطن الحاجة إمامنا الصادق يقول إن عيسى ابن مريم أعطي حرفين كان يعمل بهم وأعطي موسى أربعة أحرف وأعطي إبراهيم ثمانية أحرف وأعطي نوح خمسة عشر حرف هؤلاء هؤلاء هم أولو العزم الرواية ذكرت مطالب أخرى أنا أريد أن أتحدث عن نوح فقط عن هذه الجهة فإمامنا الصادق يقول إن عيسى بن مريم أعطي حرفين كان يعمل بهما وأعطي موسى أربعة أحرف وأعطي إبراهيم ثمانية أحرف وأعطي نوح خمسة عشر حرف فهذا يدل على أن علمه أوسع من علمه وأن ما عنده من تجليات الولاية التكوينية أوسع مما عنده مما عند إبراهيم فإبراهيم أعطي ثمانية أحرف عيسى حرفان موسى أربعة إبراهيم ثمانية ونوح خمسة عشر هذه جهة من الجهات إذا ما ذهبنا إلى القرآن وإلى سورة الصافات وإلى الآية التاسعة والسبعين وما بعدها بعد البسمة سلام على نوح في العالم إنا 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 كذلك نجزي المحسني إنه من عبادنا المؤمن ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إبراهيم معدود من شيعة نوح قطعا لن يكون أفضل من نوح فهو من شيعة نوح أقرأ الآيات عليكم قطعا للآيات وجوه أخرى وإبراهيم من شيعة علي ولكن بحسب السياق اللفظي فالسياق اللفظي له دلالته وله مضمونه وهذا وجه من وجوه الآيات سلام على نوح في العالم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته الضمير يعود على نوح وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم فإبراهيم من شيعة نوح إبراهيم أفضل الأنبياء إبراهيم سيد التوحيد ما بين الأنبياء والمرسلين لكنه من شيعة نوح هذا القرآن وقرأت عليكم الحديث من الكاف الشريف فيما يرتبط بحروف الإسم الأعظم وهذه زيارة نوح أقرأ من مفاتيح الجنان من مفاتيح الجنان الزيارة الزيارة المطلقة الأولى من زيارات أمير المؤمنين عودوا إلى زيارات أمير المؤمنين المطلقة في مفاتيح الجنان الزيارة الأولى في تفاصيلها هناك زيارة لأبينا آدم وهناك زيارة لأبينا نوح فنوح هو الأب الثاني للبشرية بعد أبينا آدم في زيارة نوح لأنه يستحب أن يزار أبونا آدم وأبونا نوح فهما ضجيعاء أمير المؤمنين السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وجاريك هود وصالح في زياراته هذا المعنى تعرفونه ماذا نقرأ في مفاتيح الجنان في زيارة نوح النبي السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا ولي الله هذه مخاطبات حقيقية فهو نبي الله هو صفي الله هو ولي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا شيخ المرسلي هو شيخه محمد سيده لكن نوحا شيخه شيخهم شيخهم فهو شيخ إبراهيم إبراهيم مرسل وهو شيخ موسى موسى مرسل وهو شيخ عيسى عيسى مرسل السلام عليك يا شيخ المرسلي هذا وغيره يدلنا على أفضلية نوح النبي على الأنبياء والمرسلين طران واضح هذا من حروف الاسم الأعظم الرواية قرأتها من الكافي الجزء الأول من سورة الصافات وأن إبراهيم الخليل من شيعته من زيارة أمير المؤمنين المطلقة الأولى بحسب المفاتيح نخاطب نوحا النبي السلام عليك يا شيخ المرسلين هو أفضل الأنبياء والمرسلين قلت الحديث عن محمد لا علاقة له بحديثنا عن الأنبياء والمرسلين الذين هم من شيعة عليا من شيعته من شيعة محمد وآل محمد وما هم بأصحاب المراتب العالية مر علينا الحديث من أن حديثهم صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان أبو الصامد سأل الإمام فمن يحتمله جعلت في ذاك قال من شئنا من شئنا من الملائكة من شئنا من الأنبياء المرسلين من شئنا من العباد الممتحنين سيكونون سيكونون أفضل من نوح وغير نوح هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة ميتين وثلاثتعش رقم الحديث ثلاثمية واثنين وتسعين بسنده عن يوسف ابن أبي سعيد قال كنت عند أبي عبد الله عند إمامنا الصادق صلوات الله عليه ذات يوم فقال لي إذا كان يوم القيامة وجمع الله تبارك وتعالى الخلائق دققوا معي إذا كان يوم القيامة وجمع الله تبارك وتعالى الخلائق كان نوح أول من يدعى به فهو شيخ المرسل فيقال له هل بلاغت فيقول نعم فيقال له من يشهد لك فيقول محمد بن عبد الله هو سيدهم يعود إلى سيدي قال فيخرج نوح فيتخطى الناس حتى يجيئ إلى محمد صلى الله عليه وآله وهو على كثيب المسك منزلة من منازل محمد في يوم القيامة الكثيب هو المكان المرتفع وهذا مصطلح لمنزلة من منازله صلى الله عليه وآله في يوم القيامة منازله في يوم القيامة لا تعد ولا تحصى هذه منزلة من منازل محمد منزلة كثيب المسك فيتخطى الناس نوح النبي حتى يجيئ إلى محمد وهو على كثيب المسك ومعه علي ما نحن قبل قليل قلنا من أن علي هو نفسه علي هو محمد ومحمد هو علي قطعا مع أن محمدا هو محمد وأن علي هو علي ومعه علي وهو قول الله عز وجل فلما رأوه زلفة زلفة في أقرب مكان المكان الزلفة المكان الأقرب في أقرب مكان إلى الله من رأو علي رأوه زلفة في أقرب مكان إلى محمد وفي أقرب مكان إلى الله على كثيب المسك فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا كفروا ببيعة الغدير إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا ألعنوا معاني الكفر أشهدوا معاني الكفر الكفر ببيعة الغدير الذي جاء مذكورا في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فيقول نوح لمحمد يا محمد صلى الله على محمد وآل محمد يا محمد إن الله تبارك وتعالى سألني هل بلاخت فقلت نعم فقال من يشهد لك فقلت محمد فماذا يقول رسول الله ماذا يقول محمد فيقول فيقول محمد يا جعفر محمد يخاطب جعفر الطيار شقيق أمير المؤمنين فيقول محمد يقول يا جعفر يا حمزة اذهبا واشهدا له أنه قد بلخ الإمام الصادق يعلق على هذا التفصيل فيقول فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا وذول الحمير يقايسون بين محمد وأهل محمد والأنبياء ماذا تقولون أنتم جعفر وحمزة من شيعة علي هما هما الشاهدان لأفضل الأنبياء لنوح فيقول محمد صلى الله عليه وآله يا جعفر يا حمزة اذهبا واشهدا له اشهدا لنوح الذي هو شيخ المرسلين أنه قد بلغ فقال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا يوسف ابن أبي سعيد فقلت جعلت في ذاك فعلي أينه لماذا لا يشهد للأنبياء فماذا قال إمامنا الصادق هو أعظم منزلة من ذلك كيف تقول هذا الكلام يا ابن أبي سعيد علي تريده أن يكون شاهدا لنوح ما هذا الكلام جعفر الطيار وحمزة أسد الله وأسد رسوله هما الشاهدان هما أعلى رتبة من نوح وسائر الأنبياء هما الشاهدان للأنبياء هما أثلذان يتحدثان عن الأنبياء مع الله فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا فقلت يوسف ابن أبي سعيد جعلت فداك فعلي أينه فقال هو أعظم منزلة من ذلك ماذا تقول ماذا أقول لهذا العمار بالله عليكم ماذا أقول لهذا البغ للمرجع الأعلى أعلى أعلى ماذا أقول له أقرأ السؤال عليكم هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء من ضروريات العقيدة وهل التوقف في ذلك مخرج عن مذب أهل الحق هو سعر طايا حظة سعر طايا حظة والمجيب طايا حظة الجواب ليس من الضروريات ولا يتوقف عليه الإيمان طايا حظة على الدين هذا طايا حظة فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا فقلت جعلت في ذاك فعلي أينه فقال هو أعظم منزلة من ذلك نذهب إلى فاصل عن أبي بصير عن أبي عبد الله صادق العترة صلوات الله عليه في قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فقال طاعة الله ومعرفة الإمام عن أبي بصير قال قال لي أبو جعفة باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه هل عرفت إمامك قال قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة فقال حسبك إذا فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا وهذا التعبير بحرف اللام تعبير دقيق جدا الإمام ما قال من أن جعفر وحمزة هما الشاهدان على الأنبياء لو قال كذلك فإن الشاهد على شيء ربما ربما يكون بمنزلة الذي شهد عليه شهد عليه إن كان في جانب الخير أو في جانب الشر لكن الإمام قال هما الشاهدان للأنبياء أولا يشير إلى خيرية شهادتهم فالشهادة لصالح الأنبياء ويشير إلى علو رتبتهم لماذا لأن الأنبياء بحاجة لهم هما الشاهدان للأنبياء بما بل هذا كتاب الخصال لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 93 الحديث 101 لن أقرأ الحديث بكامله لضيق الوقت الحديث عن إمامنا السجادي يذكر عمه العباس بن أمير المؤمنين من تتشرف هذه المؤسسة الإعلامية باسمه القمر يذكر القمر الإمام السجاد يتحدث عن عمه العباس إلى أن يقول وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة بما فيهم جعفر وحمزة فجعفر وحمزة من الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله ومن الشهداء الذين يشهدون للأنبياء بأي معنى تأتي كلمة الشهداء تنطبق عليهما فجعفر وحمزة شهدان قتل بالسيف وهما شاهدان للأنبياء طرا ابتداء من نوح وانتهاء بغير نوح العباس له منزلة يغبطه بها يغبطه يتمناها تمني والتمني هو طلب المستحيل يعني من المستحيل أن تكون لهم ما هي منزلة العباس إذا كان جعفر وحمزة يتمنيان منزلة العباس ومن المستحيل أن تكون لهما ما هي منزلة العباس هل نستطيع أن نتخيلها لا نستطيع أن نتخيلها عودوا إلى برنامج إطلالة على هالة القمر بودي أن أتحدث عن منزلة العباس لكن الحلقة صارت طويلة جدا السجاد يقول السجاد صلوات الله عليه يتحدث عن عمه القمر يقول وإن للقمر وإن للعباس وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة جعفر وحمزة الشاهدان للأنبياء لنوح وغيره ونوح شيخ المرسل وإبراهيم الخليل من شيعته جعفر وحمزة شاهدان لهم وهما يتمنيان منزلة العباس ومن المستحيل أن تكون لهما هذا كلام السجاد وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء جميع الشهداء يوم القيامة هل هناك من وجه للمقايسة بين العباس والأنبياء ماذا أقول لكم من تف على هذه الأسئلة وهذه الأجوبة كيف ليس من الضروريات ما هذا الذي حدثتكم عنه هذا هو روح ديننا وروح الدين هي أساس الضروريات للدين هذا الذي قرأته عليكم من قرآنه من رواياتهم من كتبنا القديمة هذه هذه كتبنا الأصلية القديمة أنا قرأت من الكافي ومن الخصال للصدوق ومن بصائر الدرجات الذي هو أقدم من الكافي وأقدم من الخصال بصائر الدرجات للصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري روح ديننا هو هذا روح عقيدتنا هذه فروح الدين الضرورة الأولى ومعرفتنا لإمام زماننا تبدأ من هذه النقطة من لم يعرف إمام زمانه ما تميتة جاهلية من تفع على ديني مراجع النجا من تفع على عقائده على لعنة على منهج حوزة الطوسي على لعنة على هذا المنهج المرجئي البتري المقصر وقت الحلقة صار طويلا صار طويلا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا أعتذر عن الإطالة أعتذر كثيرا عن الإطالة وأعتذر عن تعابري لكم وأتقرب بها إلى إمام زماني لأنكم قد يتعكر مزاجكم من هذه الألفاظ التي لا تجدونها مناسبة لمراجعكم أما أنا فإني أتقرب بها إلى إمام زماني إلى الحجة بن الحسن وأجدد اعتذاري إليه من تفاهة عقلي وسخافة تعابيري أن أقايس فيما بينه وبين الأنبياء الذين هم من شيعته وليس هم في أعلى مراتب شيعته أعتذر أعتذر إليك يا بقية الله ولكن ماذا أصنع هذا منطق حمير النجف شنو أسول ذول المطاية هذا هو الذي ابتليت به في ساحة خدمتك وهو ألذ من العسل على قلبي فأنا عبدك وابن عبدك وابن عبيدك وابن أمتك وابن عمائك في أمان